اشتركوا في القناة واشار المسؤول الى ان الرئيس الامريكي عازم على نشر 250 مدربا عسكريا اضافيا في سوريا المدربون الامريكيون سيقدمون المشورة للمعارضة السورية المسلحة التي تقاتل داعش اضافة الى مهمتهم في التدريب ووضح المسؤول الامريكي ان اوباما سمح باتخاب سلسلة اجراءات لزيادة الدعم الى شركاء واشنطن في المنطقة وبينهم قوات الامن العراقية وقوات سورية المحلية تحارب داعش ومن المتوقع ان يعلن اوباما عن قراره هذا خلال مشاركته في معرض هانوفر قبل لقائه بالزعماء الاوروبيين في المانيا وسينضم الى اوباما والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل مسؤولون من بريطانيا وفرنسا وايطاليا لعقد اتماعنا الاثنين بناء على طلب اوباما سيركز على سبل محاربة تنظيم داعش بشكل افضل اوباما ذكر في تصريحاته بالمانيا ان واشنطن ستواصل ضرب اهداف تابعة لتنظيم داعش في مواقع مثل الرقة في سوريا موضحا ان القوات الامريكية تعمل على تطويق المناطق التي يتم منها ارسال مقاتلين اجانب الى اوروبا غير انه رفض مجددا فكرة فرض مناطق امنة للسكان المدنيين عبر تدخل من خارج سوريا وعزى ذلك لأسباب عملية عماد الدين همم العربية ترجمة نانسي قنقر